أنتم على قناة الأولى مباشرة أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة تتابعون في أبرزي عنوينها جلالة المالك يترأس بالأمس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 اجتماع يندرج في إطار العناية والرعاية السامية التي يليهما جلالة المالك لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي اليوم عاشر ما يتم الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الأرغان موعد سنوي لتسليط الدوء على مجهودات المملكة المغربية في المحافظة على هذه الشجرة المتوطنة وتثمين مجالها باعتباره رمزا للتنوع البيولوجي وتراثا لا مديا للإنسانية وفي كرة القدم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواجه اليوم في مباراة حاسم نظيره الجزائري برسم دور ربع كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها الجزائر وأمله تحقيق الفوز المؤهل لنهائية كأس العالم لأقل من 17 سنة أهلا بكم من جديد ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمسي بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لتتبع البرنامج الوطني لتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وطيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم التفاصيل يندرج هذا الاجتماع يضيف بلاغ الديوان الملكي في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك حفظه الله لقضية الماء ذات الطبع استراتيجي والتي كانت على الخصوص موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته وخلال هذه الجلسة قدم وزير التجهيز والماء نزار باركا عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج وهكذا تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وطيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو أقوى أم الربيع حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كم برمجة سدود جديدة وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين بـ 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر والرفع من حجم إعادة استحمال المياه العادمة المعالجة تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القاروي من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبئة من جهة أخرى وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة مرة أخرى بشكل سلبي على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي أعطى جلالة الملك نصره الله تعليماته السامية للحكومة لتفعيل وعلى غرار السنة السابقة الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف وفي الختام حث جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة ووزير الداخلية السيد عبدالوافي الفتيت ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة ناديا فتاح ووزير التجهيز والماء السيد نزار باركا ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبدالرحيم الحافظي وعن الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج نتابع تصريح وزير التجهيز والماء السيد نزار باركا ترأس جلسة ملك محمد السيد سيد دولة اجتماعا خاصا حول الماء وركز جلسة له على ضرورة العمل من طرف الحكومة من اجل اولا تريع وثيرة انجاز السدود الكبرى والصغرى والمتوسطة وثانيا العمل على تريع كذلك وثيرة المحطة تحرية المياه البحر ان هذه المحطة تحرية المياه البحر ستلعبوا حدور اساسي لضمان الماء الصالح الشرب بالنسبة للمواطنين وكذلك لضمان الماء للفلاحة كذلك اكدوا على ضرورة العمل على تسريع الربط ما بين السدود خصوصا ما بين الحوض المائي ديالسبو وحوض ابرقراق وحوض امربي واللي انطلقت الاشغال ما بين حوض سبو وحوض ابرقراق واللي ان شاء الله ستتمر الى حوض امربي لتوصل الى سد المسيرة حتى لا تبقى المياه تذهب الى البحر ويتم استثمارها في المناطق التي اكثر خصاصا لا بالنسبة للشرب بالنسبة للعالم القراوي ولا بالنسبة للمناطق السخوية بالنسبة للفلاحة لضمان الامن الغذائي وتمر التركيز كذلك على مواء علاجات المياه العادية الماء لكي يتم رفعها من 30 مليون متر مكعب الى 100 مليون متر مكعب هذا غير سهم كذلك مع الاقتصاد في الماء على العمل على محافظة على الفرشة المائية التي سيتم تطعيمها من خلال السدود التلية التي سيتم انطراقة في انجازها مع انطرفي الجهات وللمزيد من المعطيات والتوضيحات حول البرنامج الوطني لتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه استقي 2020-2027 على ضوء جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يساعدنا ان نرحب بديفتنا هنا في بلاتو الاخبار السيدة سعادة الحجاجي رئيسة مختبر للبحث في مجال الماء بجامعة محمد الخامس بالرباط مرحبا بك معنا سيدة شكرا على استضافة إذن عناية موصولة ليليها جلالة الملك حفظه الله لقضية الماء باعتبار هذا الطابع استراتيجي ونتذكر جيدا في هذا السياق خطاب جلالة الملك في افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته هنا أريد أن أسألك سيدتي أين تكمن أهمية التشخيص الدقيق الذي يقدمه جلالة الملك لوضعية الموارد المائية ببلادنا وأيضا تحديد الأولويات الاستراتيجية لضمان الأمن المائي للمملكة شكرا على استضافة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية تم إعداد برنامج وطني لتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020 و2027 الهدف من هذا البرنامج هو ضمان أمن المائي لأنني كنت تكلمه على الأمن المائي كنت تكلمه على الأمن الغدائي وكانت تكلمه على الصحة لجميعها وهذا المجال وهذا البرنامج من بين الأولويات ديالو هو التسريع في وطيرة الاستثمارات في قطاع الماء ومع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالخصوص بالماء الشروب بالماء الصالح للشرب ومياه السقي لأن الفلاحة ديالنا لدينا فلاحة سقوية التي يمكن لها توفر الغداء بكمية كافية للمواطنين وهذا البرنامج يتمحور حول خمس محاور التي هي تنمية العرض المائي التدبير الطلب واقتصاد وتتمية الماء تقوية تزويد بالماء الصالح للشرب ولا بالخصوص في المجال القراوي لأن المجال القراوي باقي يعاني من نقص ديال الماء الشروب وكذلك إعادة استعمال المياه للعادمة المعالجة وكين واحد المجال آخر هو المجال التواصل والتحسيس لأن يجب الجميع يشارك في هذا البرنامج الوطني لأن الماء يخص جميع المجتمع لا تخش غير شريحة من المجتمع ولا بعض المؤسسات والدليل على ذلك هو الحضور ديال جميع الممتلين ديال المؤسسات الحكومية في هذا اللقاء الذي ترأسه صاحب الجلالة طيب الوضع المناخي والمائي أثر هذه السنة مرة أخرى بشكل سلبي على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي لهذا أعطى جلالة الملك حفظه الله تعليماته السامية للحكومة لتفعيل وعلى غرار يعني السنة السابقة الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آتار الجفاف أين تكمن أهمية هذه العناية المولوية الموصولة بالقطاع الفلاحي الإجراءات كيف قلتها في الأول هي إجراءات تخص الماء الشارب كانت تشيد ديالسدود جديدة ولا الرفع من القدرة التخزين ديالسدود المتواجدة في المغرب محطة تحليات المياه بحل المحطة تحليات المياه البحر المتواجدة في أقادير اللي عندها جوج ديال المنافع كانت تم إنتاج ماء للشرب صالح للشرب ولكن كان ماء صالح للفلاحة هناك كذلك إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوسيع الماء الصالح للشرب ولكن في القطاع الفلاحي كان مياه السقي اللي كانت فيها عدة برامج بينها متابعة إنجاز البرنامج الوطني اللي الاقتصاد في مياه السقي ندوز من طريقة ديالسقي للتنقيط لأنه كان حافظ فيها المياه وكانتكون عندها مفعولية ومردودية أكثر تنمية مدارات السقي الصغير المتوسط وإحداث نقاط الماء وكين مشاريع لإنقاذ السقي بحالة دبافة سهول سعيس لأن كي قلت الإنتاج الفلاحي المغربي هو مرتبط بالموارد المائية ولمشي نستغلينها بطريق غير معقلانة كنلوتو وكنقلو من الموارد المائية اللي كتكون كتكون سطحية ولا ماشي سطحية وكان نديروا إنتاج ديال الماء اللي هو ملوت إذن كان هناك من خلال البرنامج اللي تقدم سيدنا البارح كان هناك برامج لتقنين وتتمين الاستعمال ديال الماء ولا بالخصوص في الميدان الفلاحي نعم سيدة سعاد الحجاجي تفضلي بالبقاء معنا سأعود إليك بعد قليل إذن عناية ورعاية سامية يوليها جلالة المالك حفظه الله لقطاع الماء ذي الطبع الاستراتيجي وتوجيهات ملكية في أكثر من مناسبة تحث القطاعات والهيئات المعنية إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمنية المحدد واعتماد حلول مبتكرة لضمان الأمن المائي للمملكة ومواجهة التحديات المطروحة روبرتاج نوال جراري وخديجة رفيقي الماء كنه الحياة وسر استمرارها أصبح اليوم وأكثر من أي وقت مضى مصدر قلق حقيقي عجز مائي وتراجع في الموارد قد يؤدي إلى فقر مائي بحلول 2005 جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وضع تشخيصا دقيقا لأزمة الماء وأعطى جلالته المداخل الرئيسية لمواجهة ندرة المياه ونريد التركيز هنا على بعض التوجهات الرئيسية أولا ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أغثر طموحا واستثمار لابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة ثانيا يطاع إناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية من خلال التسدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية ثالثا التأكيد أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات وهو ما يقتضي التحيين المستمر لاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي أرابعا ضررة الأخذ بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية لكل مرحلة من مراحل تابعتها وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية لكل جوانب هذه التكلفة تحقيق الأمن المائي أصبح هدفا استراتيجيا والمغرب يتوفر على رؤية استشرافية من أجل تدبير مستدام للموارد المائية بناء على حلول مبتكرة وبديلة الحلول المبتكرة في اعتقادي يجب أن تسير في هذا الاتجاه يجب أن يكون البحث العلمي يجب أن يكون كل المهتمون بإعطاء بدائل جديدة أن نعتمد على مرتكزين ما يسمى الدكاء الاجتماعي ثم الدكاء الصناعي الدكاء الاجتماعي عندنا خبرات وطنية وعندنا خبرات دولية ومشهود لها بالكفاءة في معاهد فنعتقد بأن إشراك هؤلاء بجانب الإطار الوطني في التفكير حول الإشكاليات وإيجاد الحلول أعتقد هذا ربما ورش أساسي المسألة الثانية بالنسبة لقضية الدكاء الاجتماعي نحن نعلم الآن أن الرقمنا أن نستعمل استعمال برامج جديدة بالنسبة أولاً لتوزيع المياه لأن عندنا مشكلة الماء إذن كثير من الماء يهضر عن طريق التوزيع ما بين أماكن تجميع السدود وأمائلية ثم هناك كذلك ابتكار بالنسبة لإعادة استعمال خاصة المياه المعالجة لأن هذا شيء جميل فيما يعرف بالمياه غير التقليدية تراجع حقينة السدود بالمغرب إلى مستويات مقلقة ينذر بأزمة حادة والمغرب تنبأ للأهمية الاستراتيجية للأمن المائي مبكرة سياسة السدود شكلت على الدوام صمام أمان بنية تحتية ضخمة تقدر بمائة وخمسة وأربعين سداً كبيرة ومن المزمع إنجاز أكثر من 27 سداً كبيراً آخر في أفق 2027 بالنسبة للسدود أعتقد يجب أن نفتخر لأن المغرب يعتبر نموذج في هذا الإطار لكن ما هي الإشكالية؟ الإشكال وهو أن هذه السدود تعاني الآن من فاقد عن طريق التبخر وعن طريق موجات الجافاف وعن طريق هذه الحرارة الإشكال الكبير كذلك بالنسبة للسدود كما قلت أنها تعاني من توحول خاصة من قضية أن الحقينة والمخزون يتأثر بهذه المنزل إذن في اعتقادي أن قضية السدود يجب أن نستمر فيها ولكن في إطار نظرة مندمجة هذه النظرة المندمجة تدخل المحافظة على الماء ولكن المحافظة على الأحواض المائية محاربة التلووت محاربة نجراف الطربة محاربة كل لأنها تضمن لنا أن هذه السدود تبقى بإمكانيات وحجم للتخزين المياه في غياب مراقبة في غياب جزر أحيانا لأن هذه الأمور أحيانا تتجاوز الإطار القانوني كيف يمكن فعلا أن تتدخل السلطات المانية من أجل جزر المخالفين وخاصة وقالها صاحب جلالة عندما تيتم الأمر استنزاف بعض الموارد الغير لمتجددة لأنه عندما نتكلم عن فرشات مائية عميقة جدا عندما نتكلم عن آبار عشوائية بطبيع الحال هذه تستنزيف تروات الطبيعية المائية الإجهاد المائي قضية مستعجلة وذات أولوية قصوى وتتطلب معالجة ممنهجة تستحضر كل الأبعاد وتدمج كل الفاعلين وصفة كفيلة بتدبير جيد وعقلاني للموارد المائية ببلادنا وأعود إلى ضيفتي هنا في بلاتو الأخبار سيدة سعاد الحجاجي رئيسة مختبر للبحث في مجال الماء بجامعة محمد الخامس بالرباط سيدة الحجاجي في ظل زيادة الطلب على الماء وفي سياق التغيرات المناخية أي دور اليوم لكل المعنيين يعني حكومة ومؤسسات ومواطنين لكسب رهان التوجهات التي سطرها جلالة الملك ومضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي بالرغم من المنجزات الهمة التي حققها المغرب في المجال المائي المشكلة التي يبقى هو أن القطاع يواجه في الوقت الحالي إكراهات كتتمثل في انخفاض الواردات المائية وكيف يرى في الروبورتاج تغيرات المناخية مع طفاع الطالب المفرط للطروة المائية الجوفية بالإضافة إلى صعوبة أو عدم تتمين المياه المعباءة كان هناك تلوية الموارد المائية التي نجمع التأخير في الحاصل على المستوى التطهيط السائل وتنقية المياه العديمة إذن لدينا واحدة الوضعية مائية حاليا التي تأخذ بعين الاعتبار ويجب أن يكون لدينا استراتيجية على المدى القصير المتوسط ونقل إلى البعيد لأن هذا البرنامج الذي تقدم صاحب الجلالة هو برنامج لحد الـ 2027 ويجب أن يتم تغيير لأن المعطيات تتغير ويجب أن يتم اكتواليزاسيون هذه المخطط لكي يتساير مع المعطيات الجديدة إذن إحنا قدام واحد الحالة اللي ما يمكنناش نتصادره لأن أنا قلت بأن الأمن المائي كيمشي مع الأمن الغدائي والأمن الصحي إذن جميع الشركاء اللي كحكومة كمؤسسات كجمعيات كمواطنين خاصنا نخرطف هذا المخطط الوطني كل واحد من المستوى ومن الموضع يجب أن يقوم بالدور كدور رقابة دور تحسيسي دور يعني أنا كمواطنة خاصنا نأخذ بعين العطيبار بأن هذه الثروة المائية نسميها الدهب الأزرق يعني هذا الدهب خاصنا نحافظ عليه بتقنين استعمال دياله لكي نحاول ما أمكن أنه ما يكونش هناك تلوت أنه نخدمه على المياه العديمة اللي بعد كي يتم يعني التنقية ديالها ما خاصناش نضيعها لأن هذاك ره مورد مائي اللي يمكننا نستغله في أماكن أخرى وأنا من المجال ديالي غا نرجع لأن أنا أستاذة جامعية وباحيتة إحنا عدنا بوحوت داخل المختبرات بجميع الجامعات المغربية عدنا ناس متخصصين في مجالات اللي كلهم يشتغلوا ويساهموا في هذا المخطط الوطني وفي إنجاح هذا المخطط الوطني إذن جميع المكونات ديال المجتمع كنعود نقولها كحكومة كمؤسسات حكومية الماء هو الحياة وهو مسؤوليتنا جميع لنحفظ عليك إذن كل نحص ننخرطف هذا المخطط الوطني لإنجاحه شكرا لك السيدة سعاد الحجاجي رئيسة مختبر للبحث في مجال الماء بجامعة محمد الخامس بالرباط وشكرا لحضورك معنا في براتو الأخبار شكرا لك ونواصل نشرتنا مشاهدين بجديد حالة الطقس حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظ بورتقالي أن طقسا حارا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و43 درجة ستشهده اليوم كل من تارودانت مراكش قلعة سراغنة والفقه بن صالح رحمنا زاقورا تاطا أسازاق سمارا وداخل أقالي مصورة أقادير الدوتنان قلميم طانطان العيون بوشدور أوسرد وواد الدهب كما تتوقع المدرية أنه يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و44 غدا الخميس بكل من زاقورا تاطا سمارا أسازاق وداخل أقاليم بوشدور أوسرد وواد الدهب اليوم عاشر ما يتم الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الأرغان تحت شعار التنمية السوسيو اقتصادية واستدامة المجال الحيوي للأرغان موعد سنوي لتسليط الدوء على مجهودات المملكة المغربية في المحافظة على هذه شجرة المتوطنة وتثمين مجالها كمحمية للمحيط الحيوي وتصنيفها كتراث لا مدي للإنسانية وعن النظم الإيكولوجي للأرغان نظمت كلية العلوم بجامعة بن طفيل ندوة علمية في الموضوع وفألي عقوبي عدنان الهرس ويوسف شرقي عديدة هي المخاطر التي تهدد شجرة الأرغان هذه شجرة التي تساهم بشكل كبير في التنمية الإجتماعية لأكثر من مليوني شخص نريد أن نزيده وندعمه البحث العلمي والباحثين لأن بالنسبة لنا هذه المنظمة الأرغان هي كمختبر التي نقدر أن ندركها في مجموعة من الأبحث ونعطيها مجموعة من الإجابات سواء في الميزان الطبيعي أو في الميزان كذلك البشري أو في الميدان هذه التغييرات المراحية إلى غير ذلك منافع جمة لهذه الشجرة التي ذاع ستها على المستوى العالمي لكن في المقابل المساحات التي تلمو فيها هذه الشجرة تقلصت بما يناهز ستة مائة هكتار لذلك تتعالى الأصوات عبر كل المناثبات للتحتيس بخطورة التحديات التي يواجهها هذا التراث المغربي خاصة للمغرب خاصة أنه جاءت وكبرت هنا وصبرت للكونديسيون الكليماتيك ولكن محتاج البحث الخاص لكي نطورها لأنها تتعاني من عامل التعرياء عامل المياه التي نقص بزاف المناثبات الجنوبية ونحن نحاول نطور طرق أخرى في الإكتار لا يخفى على أحد الأدوار الهامة التي تلعبها هذه الشجرة على المستوى الصحي التجميل الإجماعي والاقتصادي وثمت جهود حثيثة تبذل لوقف نزيف الاستغلال وإعطاء الأولوية للساكنة التي تلمو فيها هذه الشجرة ودعمهم لتثمين ثمرة الأرغان بشكل قانوني وتنضم إلينا اللحظة مباشرتنا سيدة ربيع عزيري أستاذة بكلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيترة مرحبا بك سيدتي بداية إلى أي حد يساهم البحث العلمي في تطوير شجرة الأرغان وحمايتها من التغيرات المناخية وما هو البرنامج الواجب اعتماده للنهوض بالدور السوسيو اقتصادي لهذه الشجرة شكرا سيدتي على الاستضافة بكلية العلوم تابعة لجامعة ابن طفيل هناك أبحاث عدة تعنى بتطوير شجرة الأرغان بدعم مقاومتها للتغيرات المناخية وكذلك سبل تخليفها بطرق سهلة طيب إلى أي حد تساهم هذه الشجرة في التنمية الاجتماعية بالمناطق التي تنمو فيها شجرة الأرغان هنا أود أن أقول أن شجرة الأرغان هي شجرة متعددة الاستعمالات ومتعددة تخصصات إن صح التعبير فهي شجرة رعوية فلاحية وكذلك تعطي تمار كثيرة تستفيد منها الساكنة وبالتالي هذه العوامل الثلاث تجعل منها مجال يمكن استغلاله من طرف الساكنة وكذلك التي تم تأطيرها في إطار جمعيات تتعنى بالنهوض السوسي اقتصادي بالساكنة وعلى الخصوص المرأة التي تتوارث كل المهارات وكل الصفوار من أجل تتمين هذه الشجرة السيدة ربيع زيري أستاذة بكلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة شكرا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من مدينة القنيطرة تحت شعار الهندسة المغربية في خدمة المدن الذكية يحتضن مركز الابتكار والنقر التكنولوجيا التابع لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على مدى ثلاثة أيام أول معرض بيداغوجي للمدن الذكية على المستوى الإفريقي التفاصيل مع بوشعيب عماري ومصطفى ود المعرض البيضاء للمدن الذكية مناسبة لتقديم حلول ملموسة ومبتكرة للتحديات الكبرى للمدينة الذكية مستقبلا وهو مناسبة لمناقشة وتقديم إجابات إبداعية للتحديات الحالية لتطور التكنولوجي للمدن المغربية مستقبلا يتيح المعرض لجميع المشاركين تقديم منتجات وابتكارات وخبارات تكنولوجية جديدة موجهة نحو المدن الذكية المرينة ونصج علاقات بين أصحاب المشاريع والمقاولين ومكاتف التصميم وصانع الحلول وخلق علاقات جديدة وتطور الأعمال مع المساهمة في التنمية الاقتصادية للمغرب على أساس الاتكار والمعرفة الهدف من هذه المشاركة هو أن ندرسها توضح تكنولوجيا اللي عليها اليوم تتخدم ولي عليها أنها تتدل البروغرام وتتقرير والهدف من هذه المشاركة هو أن نخلق هذه الجسر ما بيننا وما بين الشركات ناشئة وما بين الشركات المغربية ونقدروا أننا نخدموا على التكنولوجيا المغربية يتميز المعرض بعرض نموذجين لمدينة دكية مصغرة على مساحة ألفين متر مربع تتضمن جميع التكنولوجيات في ميدان المدن الدكية وستأخذ طابع متحف مفتوح أمام جميع الزوار طيلة السنة ولمزيد من المعطيات حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيد لطفي بناني خبير دولي في تصميم المدن الذكية مرحبا بك سيدي وسؤال الأول لماذا أطلقتم على هذا المعرض الخاص بالمدن الذكية مصطلح بيداغوجي وما موقع المغرب في هذا المجال على المستوى الإفريقي شكرا على الاستضافة من مدينة الابتكار والنقل التكنولوجي التابع الجامعة حتى الثاني بالدار الضيضاء الهدف من خلق هذا البيضاغوجي هي كذلك منصة إلكترونية معلوماتية مرتبطة بالشبكة المعلوماتية والاتصالات هدف ديالها هو رصد جميع المعطيات التقنية المتعلقة بالأنظمة السقي الأوتوماتيكي وجمع جميع النفايات المدينة وكذلك ربطها بالإنارة العمومية عن طريق الألواح الشمسية وكذلك الريحية وخلق مرائب دكية من أجل يكون عندنا لموبريتي أغبان بالإضافة إلى وضع كاميرات المراقبة الدكية هدف من ديالها هو حماية المواطنين من حوادد السير وكذلك الصارقة كل هذه المعطيات يتم معالجتها من طرف الخبراء تسمي المدينة الدكية هذا هو الهدف من خلق هذه المنصات البيداغوجية التي يتم وضعها في جميع الجامعات المغربية طيب سيد نعم سيد لطفي خصصة انفضاء أو مدينة ذكية مصغرة على مساحة 2000 متر مربع مفتوح طيلة السنة حدثنا أكثر عن هذا المشروع هذا المشروع تم شاركة مع الجامعة الحسن الثاني ومكسب الدراسات الهدف دياله هو خلق واحد منصة التي تكون فيها أبحاث جامعية وأبحاث ديال المقاولات هذه المنصة هي كذلك منصة تابعة لجميع الشركات لعندهم حلول متعلقة بالإناء العمومية كذلك بالبيئة المستدامة بالحماية وكذلك الأمن المدينة وكذلك خاصة بالسقل الأوتوماتيك نتعرفه بدل المجال الماء هذا المنصة هي منصة الأولى في المغرب وكذلك في إفريقيا كنا نهتم بها لأساس باش تتعمم في جميع التراب والجهات المملكة في هذا الموضوع البرح كنا أعطينا المشعل لجهة السوس مساء باش تتعمل هذه المدينة في السوس مساء باش تكون الدورة الثانية في هذه الجهة الجديد هو قينا إقبال كبير من طرف الجهات ومن طرف الرؤساء الجامعات وكذلك من طرف المهتمين في المدينة الدكية الهدف ديالو هو اختبار جميع المعطيات وجميع المعلومات الخاصة بالمدن الدكية قبل من وضعه الدفاة التحملات في أرض الواقع وهذه هي الميزة العسنة التي قمنا بها وكننا حتى جميع رؤساء الجامعات والجهات والسياسيين أنهم يأتي ويزوروا هذه المدينة كما صغرة باش نحاول أن نعموها في الأرض الواقع في الجهات وكذلك في العملات وفي الأقالي السيد لطفي بناني خبير دولي في تصميم المدن الذكية شكرا لك على كل هذه الإضاءات كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء مرض التلسيمية في حاجة إلى تكثيف الجهود للتوعية بهذا المرض المزمن من طرق علاجه والوقاية منه بعض الأسر المصابة بهذا المرض ارتأت أن تؤسس جمعية لإلقاء مزيد من الضوء على احتياجة المرضى روبرتاج أنيسة بومهدي وساعد ناجح إيناس تبلغ من العمر ست سنوات مصابة بمرض التلسيمية منذ ولادتها كل أسبوعين تحتاج إيناس إلى نقل كمية من الدم كي تعيش حياتها اليومية بشكل طبيعي ونقص هذه المادة الحيوية قد يعرض إيناس إلى تعقيدات وصعوبات عديدة البنت تبدأ كنت نشوف من الدم وكان مشي كان ديلا تحيلة وكان ديلا تضمون الدم كيتعطل بزاف جاية الخمستاشر يومين مؤخرا جاية الخمستاشر يوم الدم تعطل البنت كنت نشوف من الدم بزاف ما كتوقاش كتاكل ما كتوقاش كتلعب ما كتوقاش عينيها كي يزراقوا طيحن كيتتنفخ لها ما كتوقاش مشي للمدراسة يعني كتوقاش في واحد الحالة اللي كنشي راسة يوجعها رجلية كي يوجعوها كل شيء كي يوجع عدتها كما كتوقاشها ما كتوقاش مشي تقرأ كتوقعين عصف الضر يحتاج المصابون بالثلاثمية إلى نقل الدم بصيغة منتظمة عملية كانت تثقل كاهل الأسر التي كانت تتكبد عناء الصفر إلى الرباط قصد العلاج في طنجة وحدها أزيد من مئة مصاب عدد كان كافيا لتأسيس الجمعية المغربية للثلاثمية وأمراض الهوموغلوبين الجمعية أصبحت اليوم وجهة للمصابين قصد المساعدة والتوعية صفتي رئيسة الجمعية أنا أم كذلك أم ديال تلاثمي عندي ولدي مريض تلاثمية وليخلنا نشأ هذه الجمعية في مدينة طنجة هو التنقل الشهري كل 15 يوم كنا كانت صفر ربطة وولدي وهناك معاينة كثيرة مادية ومعنوية وغالبا ما كنشي كان نجبر في نخلي ولادي آخرين باش نحبط المريض لنرباط وبعد المرات كان بقاتوا أسبوع وليك يكون عنده بيلون أنويل ويكون عنده الكنترول كان بقصيمانة شابرة فرش في الرباط مهم كان في معاينة كبيرة بالسف هكذا باش فكرنا نعملوا جمعية في مدينة طنجة الحمد لله ندع منه أسسنا هذه الجمعية لما رضا ما بقوا شي كي يصفروا التلسيمية هو التراب دم ويرتي يؤدي لانخفاض نسبة الهيموغلوبين في الجسم عن المعدل الطبيعي المشكلة الحقيقية تكمن في تراكم الحديد في الدم الناتج عن توقف الخلايا الحمراء في وقت مبكر مما يسبب في تلف الأعضاء المهمة في الجسم كالقلب والكبير مرض فقط تلسيميا أو داء تلسيميا هو مرض ويراتي الذي يأتي الأطفال الذين يكونوا ناتجين على زواج عائلي يكون الأب حامل المرض والأم حامل المرض عادة هم لا يشعروا بالأعراض المرض ويكونوا عندهم احتمال كبير أنهم يولدوا أطفال يهم حاملين تسمى بيتا تلسيمي ماجور يعني هذا مرض تلسيميا بالأعراض وهو الكوريات الحمر لا يعيش بساف يعيشوا بفقر التام بتحالك تنفخ يكونوا عندهم تشوهات في الأعضاء أو في العظام الوجه وفي العظام الاجتماعي وفي العظام الاطلوع وهذا الشيء يخلق مشاكل في النمو لما يكونوا لأطفال الأخرين هذا المرض هذا كما قلنا هو مرض بوريتي فبالتالي ما كنش دواء لكي ياخدوا الطفل أو المريض باش أنه يتشفى منه كيبقى الحل الجدري الوحيد هو نقل الخلايا الجدعية للوقغيف يعني زراعة النخاع أو زراعة الخلايا الجدعية من عند متبرع ليهو ما يكونش حامل للمرض للتذكير فإن جهة طنجة طوان الحسيمة تحتوي على بؤرتين تنتشر فيهما تلاسيميا بكثرة يتعلق الأمر بإقليم العرائش وبالتالي فالمنطقة تحتاج إلى كميات وفيرة من الدم وتطوير تقنية زراعة الخلايا الجدعية للعلاج النهائي لهذا المرض رياضيا يخوض المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يومه الأربعة على الساعة الثامنة مساء مباراة حاسمة ضد نظيره الجزائري برسم دور ربع كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها الجزائر الفوز في هذه المباراة يعني التأهل لنهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة محمد أمين نوري المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة بعد أن ضمنا عبورا آمنا لدور الربع النهائي في صدارة مجموعته لا تلزمه إلا خطوة صغيرة من أجل عبور كبير إلى نهاية كأس العالم في مهمة يلزمها الإبقاء على تركيز كبير وحضور ذهني قوي نحن مطالبين فقط بإعادة المستويات التي ظهرناها سواء في التصفيات سواء في دور المجموعات والأهمية للمباراة لا تغيير كثير في التوجه وكيفية إدارة المباراة والحماس والتنظيم الذي كنا عليه في سائر المباراة المؤتراه الأمور التقنية استعداد الجاهزية البدنية المستوى التنظيمي وطريقة بناء المباراة كمباراة من ناحية توازن القوى من ناحية اللعب على التفاصيل الصغيرة المنتخب المغربي يعي قوة المباراة وأهميتها وإن كان من ضغط جماهيري فإنه حسب الناخب الوطني سيسلط على كهل المنتخب الخصم المطالبي بمحو تلك الصورة الباهتة التي ظهر بها خلال دور المجموعة تنظرنا أن الضغط سيكون على الفريق الجزائري لأنه مطالب بالنتيجة مطالباً بإصلاح المستوى المقارنة من الدور الأول صلصاً في التأهل الصعيب في الدور الأول وصلنا للمباراة ربعاً نهائية ربما عن جدارة واستحقاق جاهزية بدنية بحضرين بشكل جيد المباراة العناصر الوطنية بأسماء تزوج بين المهارة والانسجام استفادت من انتياز مباراة شكلية أعطت دفعة بدنية مهمة غدت لقاء سيستنزف لا محل المخزون البدني للمنتخبين معاً نحن نستطيع الوطنية ونحن نحن نعب عليهم نحن نستطيع الوطنية نحن نستطيع الوطنية 80 منت ونحن نستطيع الوطنية إن شاء الله ونحن نستطيع الوطنية إن شاء الله ونستطيع الوطنية إن شاء الله مجموعة سعيد شيبة كما صنعت مع جنوب إفريقيا ونيجيريا ستكون مطالبة بالتأقلم مع حسابات مباراة مغايرة تتشابه فيها المعطيات الفيزيولوجية والتكتيكية وستتحكم في مصارها تفاصيل دقيقة مشاهدين إلى التذكير بالعناوين جلالة المالكية ترأس بالأمس بالقصر المالكي بالرباط جلسة عمل خصصة لتتبع البرنامج الوطني للتزاود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 اجتماع يندرج في إطار العناية والرعاية السامية التي يليها جلالة المالك لقضية الماء ذات الطبع الاستراتيجي اليوم عاشر ما يتم الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الأرغان موعد سنوي لتسليط الدوء على مجهودات المملكة المغربية في المحافظة على هذه الشجرة المتوطنة وتثمين مجالها باعتباره رمزا للتنوع البيولوجي وتراثا لا مديا للإنسانية وفي كرة القدم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواجه اليوم في مباراة حسم نظيره الجزائري برسم دور ربع كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها الجزائر وأمله تحقيق الفوز المؤهل لنهائية كأس العالم لأقل من 17 سنة مشاهدين شكرا لكم على المتابعة وطبط أوقاتكم بكل خير ترجمة نانسي قنقر